استعداداتك بتكون عاملة ازاي عشان نشوفك بالقوة دي على المسرح ما شاء الله انا كنت شايفك في البروفات كنت حضرة كده من وراء الكواليس وبتفرج كنت موغولة بس كوبايت الشاي ايوا ايوا كوبايت الشاي دي ما بتسبنيش ما بتفرقنيش اه هو هو انا دايما بحضر البروفات لازم وان احنا مش بنعمل على فكرة الناس فاكرة ان احنا بنعمل بروفات مزيكة انا انا روح اغني لا انا بروح احضر كل آلة وده الطبخة بقى ده سر المهنة بقى كل آلة طالع منها ايه ايه الصوت اللي طالع منها والكيوهات بتاعتها والافكتات اللي اتحطت عليها ايه وكل مكان ليه ظروفه وكل مكان ليه الزبطة بتاعه مع ان الحاجات المكسرات والحاجات التطورة جامد انما انما نهار ده انتوا كنتوا بتلعبوا بين طابلة الوحدها ديك شكل موسيقى الناس بتستنى من حكيم وفي مهرجان العالمين في مفاجآت كمان وحنا في البروفا كل آلة بتزبط لوحدها يعني احنا بنعود ساعة ونص نزبط صوت علشان نروح الحفلة الناس ممكن ما يكونش عارفين ده وبعد الموسيقيين يمكن ما يعرفوش يعني ما يعرفوش ده بيروح يعمل بروفا اللي هي بروفا مزيكا يعملوا مزيكا على المصر لأ هي الموضوع وده ده سر انا بقوله بقى سر المهنة وسر ال احنا خدنا اسرار النهار ده واعترافات قوائجة كل آلة انا بطلع منها ايه بطلع الناس هتسمع ايه منها وكل مكان وليه ظروفه وكل مكان ليه الزبطة بتاعته ليصدر مستدرد